السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنوريكم كيف نرسم المنحنة التربيعي معادلة يعطوها في هذا الشكل ولهذا سنجد نقاط التقاطع السيني والتقاطع الصادي سنجد رأس المنحنة سنجد القيمة الصغرى ومحورة تماثل ولهذا سنوريكم طريقة سهلة جدا لرسم هذه المعادلة أول شيء شو نعمل أول شيء يجب أن نحلل هذه المعادلة نعمل عملية تحليلية للمعادلة هذه ولهذا المعادلة هذه هنجد نغيرها لصاد تساوي نبتح قوسين ونكتب سين في كل قوس ونبحث على رقمين لما نضربهم أعطينا السالب خمسة ولما نجمحهم يعطونا سالب أربعة الرقمين اللي نضربهم يعطونا سالب خمسة هم الخمسة والواحد ولما نجمحهم يكون الناتس سالب أربعة ولهذا لازم تكون الخمسة هي سالب والواحد هي موجب الآن الشيء اللي لازم نجدوه بعد هذا هو نقاط التقاطع السيني نقاط التقاطع السيني هو المقدار مقدار السين اللي يخلي كل القوس هنا يساوي سفر ولهذا هنا لو السين بتساوي خمسة يكون القوس هذا سفر ولو السين بتساوي سالب واحد القوس هذا هيكون سفر كذلك ولهذا هادو نقاط التقاطع السيني خمسة ونقص واحد نمشي هنا ونحطهم على السين خمسة والسين ساوي سالب واحد نقطة التقاطع السادي نقطة التقاطع السادي تمشي للمعادلة في الهيئة هذه وتشوف الرقم اللي معاش سين الرقم اللي معاش سين هذا هو نقطة التقاطع مع الصاد أو المحور الصادي لهذا صاد هنا بتساوي سالب خمسة طبعا هو نحن دائما عندما نريد أن نجد قيمة التقاطع مع الصاد زي ما قلنا نحن هنا قص خمسة هنا شن ندير نعوض قيمة السين بصفر ونحل المسألة يعني ولما نجد تقاطع السيني نعوض الصاد بصفر ونحل المسألة ولهذا هادو كيف تحصلنا على أشياء هي وكيف الآن عندما نجد نقاط التقاطع السيني هي ها هي عندنا محور التماثل السيني محور التماثل السيني دائما يكون ما بين أو في المنتصف ما بين نقاط التقاطع السيني ولهذا احنا أننا تقاطع في ناقص واحد أو سالب واحد وخمسة طبا لو نعد ما بين سالب واحد وخمسة نجد واحد وثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نصف الستة هي ثلاثة ولهذا نرجع واحد وثنين ثلاثة التقاطع السيني محور التماثل سيكون هنا محور التماثل دائما شنو نديره نرسمه فيه خط متقاطع هكذا حتى نورو أن هذا هو محور التقاطع محور التماثل حل نحي الفيديو أنا باش نقدر نكمل هذا حل نوصلوه أكثر ولهذا محور التماثل اللي هو سين تساوي اثنين لأن هذا الخط هو خط عمودي يمرو على اثنين في المحور السيني ولهذا صيرت سين تساوي اثنين هو محور التماثل محور التماثل وتوا نعرفوه عندما نرسم المنحنة التربيعي بعدين حنعرفوه هذا شن هيكون يعني هكذا ولهذا يفتح فوق يفتح لوطة كيف نعرفوه يفتح فوق ولا يفتح لوطة نشوفو المعادلة متاع السين تربيع لو المعادلة متاع السين تربيع هو الرقم أمام السين تربيع يكون موجب هتفتح فوق المنحنة هيفتح فوق ولو هادي تكون سالب المنحنة هيفتح تحت اوكي كيف نجد رأس المنحنة رأس المنحنة لما نجد محور التماثل اللي هو سين ساوي اثنين ناخد قيمة السين ساوي 2 ونعوضها في المعادلة هادي سو بيصير عنا بيصير صاد بتساوي 2 ناقص 5 ضرب 2 زايد 1 2 ناقص 5 تعطينا سالب 3 و2 زايد 1 تعطينا موجب 3 لما ندرهم الزعز هذا الرقم يساوي سالب 9 الان رأس المنحنة هيكون السين 2 والصاد سالب 9 شنن ندير نجي ونحط النقطة هادي هي تكون هنا الان كيف تشوفوا وعننا رأس المنحنة وعننا نقطتين هنا نقدر نرسم احنا الان المنحنة التربيعية ولكن خلي نوريكم يعني كيف تحصلوا او او تديروا نقاط اكتر حتى الشكل يكون يعني اصبط لكم من تديروه بثلاثة نقاط فقط طبعا عندما يكون المعادل واحد لان هنا عندنا واحد قيمة واحد هنا لما نكتبو شيء معناها واحد ممكن نقدر نديره اثنين ثلاثة لكن هنا المعادلة اليمن لكن فيها المعادلة المعادلة هذه المعادلة متاع السين تربيع هو واحد لو المعادلة متاع السين تربيع يسوي واحد تجدو تتفكروا حاشة واحدة من رأس المنحنة شنو تديرو تنتقلوا واحد لليمين وواحد فوق وتحطوا نقطة بعدها تنتقلوا واحد لليمين وثلاثة فوق وتحطوا نقطة وبعدين واحد لليمين وخمسة فوق وتصير عنكم النقطة هذه يعني وبعدين كانت تبقى تزيدوا واحد من هنا واحد بعدين تمشوا سبعة تكون عنكم نقطة تانية كانت تبقى لما ترسموا النقاط هذه ليش نحن نبقى نعرف محور التماثل لأن محور التماثل يصير فيه انعكاس النقاط هذه اللي رسمناهم معناها هذا الخط كالمرأة يعني لو النقطة هذه مرسومة هنا بتنعكس بمحور التماثل وبتجي هنا يعني شوفوا المسافة من هنا اللي هنا واحد والمسافة من هنا اللي هنا واحد كذلك هنا المسافة واحد اثنين تروح وتلقى واحد اثنين وتلقى النقطة طبعا النقطة هذه ناقص خمسة احنا وجدناها قبل وهي نقطة التقاطع الصادي وهذه شفتها واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة ويكون عنكم نقطة رابعة ولهذا الآن سهل أن نرسم الخط أو المنحنة طبعاً ليس سيكون 100% هنا نكون رسمنا نحن المنحنة التربيعي طبعاً بعض الناس لما يحصلوا نقطة نقطة أو رأس المنحنة شين يعملوا يعملوا يباري عن عملية تعويضية اللي هي السين والصاد أنا دائماً شين ندير نحط رأس المنحنة اللي هو 2-9 وبعدين شين ندير نزيد ناخد نقاط سينية قريباً الـ 2 اللي هي الثلاثة مثلاً والـ 4 والـ 5 والـ 6 ونعوضها هنا يعني لو عوضنا 3 هنا 3-5 و3 زايد 1 3-5 ناقص 2 3 زايد 1 4-2 ضرب 4 تعطينا ناقص 8 والـ 4 لو نحطها هنا 4-5 تعطينا سالب 1 و4 زايد 5 تعطينا موجب 5 وضربهم يصير الناتج سالب 5 لو نحط الخمسة هنا هذه تعطينا السفر معنا إيش سفر ضرب هذا تعطينا السفر هذه نخطط الالتماس مع المحور السيني بعدين لو نحط الـ 6 هنا 6-5 1 و6 زايد 1 7 1 ضرب 7 تعطينا 7 ولذا لو تشوفوا النقاط هذو كلهم هيكونوا هذي شوفوا الـ 6 والـ 7 ولكن زي ما قلت لكم طريقة تانية أنك تمشي على اليمين 1 وتركب 1 بعدين تمشي على اليمين 1 وتركب 3 بعدين 1 وتركب 5 بعدين 1 وتركب 7 طبعا هذا عبارة عن 1 3 5 7 لو المنحنة كان مفتوح لتحت تمشي 1 على اليمين وتنزل تحت 1 ولو وتمشي 1 على اليمين وتنزل 3 تحت وتمشي 1 وتنزل 5 هذا يعني طريقة هي عبارة عن ممكن الإنسان يتذكرها فقط كيف تلاحظوا هنا هذه الأرقام الفردية بالتوالي يعني 1 3 5 7 ولكن لو كان المعادل السيني مثلا نقوله المعادل السيني كان 2 الأرقام هذه كلهم لازم تضربهم ب2 ولهذا هذه بتصير 2 هذه بتصير 6 هذه بتصير 10 يعني تمشي 1 على اليمين اتنين فوق تمشي 1 على اليمين وتمشي 6 فوق ولهذا المعادل هيأثر على الرقام هذه الـ 1 و 3 و 5 و 7 ولهذا بعض الناس يحبوا يستعملوا الداكرة ولهذا الداكرة هذه هي يعني يمشي 1 1 1 3 1 5 1 7 أنا نحب للطريقة هذه ولكن أعرف أن بعض الطلب يحب يعني يخزنوا في الذاكرة ولهذا يقدم يستعملوا الشيء هذا هذه طريقة بسيطة وهذا عبارة عن معادلة كانت مش محللة حلناها لازم نحلل المعادلة مش نقدم نرسمها وبعدين نتبع الخطوات التالية ونجد الشيء هذا القيمة الصغرى للصاد القيمة المنحنة مفتوح لفوق عندنا قيمة صغرى ولو المنحنة مفتوح مفتوح لتحت معناها ستكون عندنا قيمة قيمة عظمى هذه قيمة صغرى وهذه قيمة عظمى يعني هذه أكبر قيمة يصل لها المنحنة ولو المنحنة مفتوح لفوق هذه أصغر قيمة يصل لها المنحنة هذا شو تعني القيمة الصغرى والقيمة العظمى كيف أقول لكم ابن أختي أيوب يعني حيواصل شرح الشهادة العددية أنا مش عارف هل هذه الشهادة العددية أو أول تنوي ما نعرفش المنهج في ليبيا لأنه سيما قلت لكم نقري في كندا ما نقريش في ليبيا ونقري بالإنجليزي ولهذا لازم نحضر باش نعرف المصطلحات تبع المنحنة رأس المنحنة القيمة الصغرى محور التماثل هذا كله يعني كنت قدرت بحث باش عرفت شنو يقولونهم بالعربي بالإنجليزي وإن شاء الله مرة مرة نيحن نزل حاجة لكن أيوب بإذن الله لما يكمل الشهادة العددية سيندقل الشهادة التنوية وأنا هنكون مكمل ليه لأن الدروس لكل منعطيف معظمهم نعطيفين بالإنجليزي نتمنى أن ينال هذا عجابكم طبعا كيف لحظت هنا حطيت الناقص على اليسار والعربي بالحق تفطى على اليمين الناقص تسعة وشكرا ما تنسوش طبعا هذه أهم شيء كما أنتم يعني تشتركوا في القناة وديما يعني اضربوا اللايكات في الفيديو وكانت تجدوا تعلقوا بش يعني قناة متعنا تكبر إن شاء الله وإن شاء الله يعني نقدر نساعد الطلبة بكل شيء نقدر عليه إن شاء الله دعمكم مهم جدا وتنسوش الاشتراك في القناة إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله شكرا